طبعا بعد مباراة الاهلي تحدث الكابتن اهاب جلال يعني مختصر كلامه انه هو بارك للاهلي ودي روح رياضية جميلة منه متعودينها ولكن هو مختصر كلامه انه الاهلي ما جابش جوان لكن هي اخطاء فردية مننا وان احنا كنا افضل بكثير من النادي الاهلي وفرصنا كانت اكثر بكثير يعني عايز يوصل في النهاية هذا الامر خلينا نقول يا كابتن اهاب الافضل هو من يحرز النقاط الثلاث في رأيي انا الشخصي اه انت لعبت ماتش حلو او انا اشدت وانا بتكلم واداء متزن جدا 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 لكن في النهاية اللي يعرف يكسب هو اللي يستحق اخطاء بناء هجمات ايا كان كيفية احراز الاهداف في النهاية كانت هناك اخطاء من لعب النادي الاهلي ولم يستطع لعبه بيرامدز ان يحرزوا اذا الافضل في هذه المباراة هو من استطاع ان يفوز وبالتالي هو النادي الاهلي موسيقى موسيقى